وأوقات كتير بيكون مثلاً الموضوع آه يعني بيكون فيه مشروع جواز وبعدين بيحصل حاجة أو ما بيتمش لسبب من الأسباب سبب يرجع لي أو يرجع له أو يرجع تعامل بتاع الموضوع أو لحاجة تانية أو لعوامل تانية فأنا بقول دي حاجة بتاعت ربنا مواصفات لأ المواصفات طبعاً مش هقول مواصفات ليه وفتاة الأحلام والكلام ده لأ يعني لأ حبيتي واحد مثلاً افترض كده لازم أحب أنا ما بعرفش أتجوز بالوراء أقول أنا أنا أحبك وعايز أتجوزك بس عن شرط واحد يسيبي التمثيل أنا شايفة أنه هو لو بيحبني مش هيقولي كده يعني مش هيبقى لأنه اللي بيفكر بالطريقة دي حيبقى حد مش مناسب ليا أنا على فكرة ممكن يسيب التمثيل بكرة بس أكون ده قراري لأني لو عملت ده وهو مش قرار نابع من جواي وأنا مقتنع بي حندم بعد كده ومش حبقى سعيدة ولو أنا مش سعيدة مش هعرف أسعيده فهي لازم يعني يعني ماينفعش الطلب ده كده بالشكل ده بس أنا لو اقتنعت وحب الحياة دي أكتر وحب الإنسان ده أكتر وسعيدة مع أكتر ممكن أعمل كده أو مش عشان حد ممكن أنا الوحدي أخد القرار ده وقول أنا عايزة بعد أنا خلاص مش عايزة يعني يعني مفتاح العاقة العاطفية في إيد الراجل ولا إيد السادة؟ لأ أيديهم هما الاتنين هي حاجة كده ما بين اتنين هي كيمستري لازم تحصل أنا بشوف كده يعني مفيش حد واحد بس يعني في تفاعل يعني ما بين الاتنين إنو دايماً بيبقى فيه فاعل ورد فاعل بيبقى فيه يعني لو واحد بيحبه التاني ما بيحبش مش هتمشي لو مفيش تفاهم لو حد مرتاح وحد مش مرتاح فيه راحة نفسية دي مهمة جداً فيه مواصفات وخلي بالك أنا شايفة إنو يعني هي المواصفات الحلوة في الراجل قلت قوي يعني قال وجودها بقت شيء نادر لو حبيت واحد وخانك مرة واحدة مثلاً ممكن تعملي إيه؟ لا طبعاً مش هكمل معاه يعني مش ممكن تسامحي لو خانك مرة وقال لي جاناً آسف ولدت وحقك عليك؟ مش عارفة متهايقليش يعني لا متهايقلي صعب ما تحطيتش قوي في الموقف بس لا متهايقلي صعب هي تبقى حاجة حتبوز يعني بعد كده يعني هتبوز الثقة حتبوز حتى لو عدت بيبقى فيه شيء مهم جداً بيكسر يعني لأنو الثقة دي لازم يعني يازم بيبقى فيه سفة أكتر شيء ممكن أو أكتر السفة ممكن تكريها في أي راجل تهيالي الشر يعني أنا بنسبالي تصيبة والحنم يعني لو حد يعني شرير كده ومؤذي يعني ممكن تبقى دي أكتر سفة طبعاً فيه سفات تانية كتير ترجمة نانسي قنقر